متابعي قناة مهدي ريفيوز مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد كما شفتوا في العنوان الفيديو اليوم سوف نحضر فيها لأتمية هواتف الآيفون في المغرب 12 سنة 2023 هذه الأتمية تبقى متغيرة وكل مدينة وبش حالك يسعروا فيها البيات تماما المهم الإختلاف لا يكون كبير الزيادة لكانت بشي 200 درهم أو أقل إذن أخواتي مدوا على بركة الله مع أول هاتف معنا سيكون هاتف آيفون 7 بجو جيجا بايت رام الباتري يأتي ب1960 ميلي أمبير والسير ديالو هو 900 درهم بالنسبة للسطوكاش 32 جيجا بايت سطوكاش ندوزوا الهاتف آيفون 6 بلوس يأتي ب3 جيجا بايت رام الباتري ديالو 1900 ميلي أمبير أما السيار ديالو سيكون تجاوز 1600 درهم بالنسبة للفئة 32 جيجا بايت رام فيما يخص هاتف آيفون 8 بجو جيجا بايت رام وباتري ديالو 1821 ميلي أمبير مع معلج أبل 11 أما السيار ديالو هو 1600 درهم فيما يخص آيفون 8 بلاس 3 جيجا بايت رام 2691 ميلي أمبير في الباتري سيار ديالو مما غذيش يتجاوز 1200 درهم بالفئة 64 جيجا بايت رام فيما يخص هاتف آيفون إكس اللي يأتي ب3 جيجا بايت رام 2776 ميلي أمبير في الباتري الثمان ديالو 2400 درهم وأخوص الكبير لاليفون إكس بهذه الثمان ديالو مابل 3 جيجا بايت رام معج لالابل A12 باتريه 2942 ميلي أمبير يقوم بـ 2800 درهم بالفئة 67 جيجا بايت رام أما الايفون إكس اي 4 جيجا بايت رام 2650 ميلي أمبير في سرده 2900 درهم بالفئة 64 جيجا بايت في الجسارة و4200 درهم بالفئة 512 جيجا بايت رام ندوز الآيفون XS Max 4 جيجابايت رام 3174 ميلي أمبير كيجي 4100 درهم بالنسبة للـ 250 جيجابايت رام 5512 جيجابايت في استوكاج ندوز الآيفون 14 جيجابايت رام 3112 ميلي أمبير في الباتري 64 جيجابايت في استوكاج كيجيب 3100 درهم اما 256 جيجابايت رام 4500 درهم بالنسبة للـ 250 جيجابايت رام الآيفون 11 Pro يأتي 4 جيجابايت رام 3144 ميلي أمبير في الباتري 8400 درهم بالنسبة للفئة 64 جيجابايت رام و 5100 درهم للـ 512 جيجابايت رام ندوز الآيفون 11 Pro Max يأتي 3192 ميلي أمبير 4 جيجابايت رام بدون السعر بالنسبة للستوكاج 64 جيجابايتra 8400 درهم أمر 512 جيجابايت رام 4200 درهم و سأطلب 6120 درهم فقط ينبوز الآيفون 12 ميلي 4 جيجابايت رام 12212 ميلي أمبير في الباتري عام qullr 14 بايونيق السعر بالنسبة للفئة السعر هو 64 جيجابايت فلا ستجاوز 2900 درهم ستكون 3900 درهم فقط بالنسبة للآيفون 12 العادي يجب 4 جيجابايت رام و 2115 ميلا امبير في الباتري ستكون أبل 14 بايونيك ستكون 4 جيجابايت رام ستكون 4500 درهم ستكون 5400 درهم ستكون آيفون 12 برو ستكون 6 جيجابايت رام و 2115 ميلا امبير في الباتري ستكون 5 جيجابايت رام ستكون 5500 درهم ستكون 512 رام ستكون 6900 درهم ستكون 8 جيجابايت خرم و بالنسبة للآيفون 12 برو ماكس ستكون 6 جيجابايت رام ستكون 414 بايونيك 3680 ميلا امبير في الباتري ستكون 6200 درهم ستكون 512 جيجابايت ستكون 8000 درهم ستكون 50300 درهم ايفون 13 ميني يجب 4 جيجابايت رام 2438 في الباتري بنسبة للفئة السعرية 128 جيجابايت ستجب 4700 درهم فقط ندوز دابل ايفون 13 العادي يجب 4 جيجابايت رام 3240 ملا أمبير في الباتري بنسبة للفئة السعرية 128 جيجابايت فهي 5900 درهم اما الـ 512 جيجابايت في الستوكاج فهي يجب 6900 درهم فيما يخص ايفون 13 برو والذي يجب 6 جيجابايت رام 3095 ملا أمبير في الباتري بنسبة للفئة السعرية 128 جيجابايت فهي 8800 درهم اما الـ 1 تيرا فيجب 9700 درهم فيما يخص ايفون 13 برو ماكس اللذي يجب 6 جيجابايت رامته هو 4352 ملا أمبير فان يجب بنسبة للفئة السعرية ديل 128 ملا أمبير 4800 درهم فانيه لوح التيرابايت ف جيب 12 ألف درهم Congratulations! في دابل هو ايفون 14 يجب 6 جيجابايت رام 3279 في الباتري فيما يخص الثمن 256 جيجا بايت فسطوكاش 8900 درهم أما الـ 512 جيجا بايت 1600 درهم فيما يخص الهاتف الـ iPhone 14 Plus والذي يأتي هو 6 جيجا بايت رام 4323 في الباتري بسبب الفئة السعرية 256 جيجا بايت رام فكتجيب 1000 درهم أما 512 جيجا بايت رام فكتجيب 950 درهم فيما يخص الـ iPhone 14 Pro والذي يأتي 6 جيجا بايت رام 3200 ميلي أمبير في الباتري يأتي السعر بالنسبة لفئة السعرية 265 جيجا بايت 1011 درهم أما 512 جيجا بايت فكتجي 12500 درهم فيما يخص الهاتف iPhone 14 Pro Max والذي يأتي 6 جيجا بايت رام بالـ Apple 16 Bionic 433 في الباتري 265 جيجا بايت أرام كتجيب 12500 أما 512 جيجا بايت 512 جيجا بايت 13300 درهم ودبال iPhone 15 آخر هواتف iPhone اللي كيجيب 3340 ميلي أمبير في الباتري دياله والسعر دياله 265 جيجا بايت و 11500 درهم بنسبة لفئة السعرية 512 جيجا بايت فكيجيب 12300 درهم بنسبة iPhone 15 Plus اللي كيجيب الباتري دياله 4300 ميلي أمبير سعر دياله 12500 درهم بنسبة 265 جيجا بايت في ستوكاج أما 512 جيجا بايت في ستوكاج في 13900 درهم فيما يخص iPhone 15 Pro اللي كيجيب 8 جيجا بايت رام 12274 ميلي أمبير في الباتري السعر دياله كي تراوح ما بين 15500 درهم بنسبة 265 جيجا بايت و 16600 درهم بنسبة 512 جيجا بايت في ستوكاج الهاتف الأخير معنا هو iPhone 15 Pro Max اللي كيجيب 8 جيجا بايت رام 4441 ميلي أمبير في الباتري والسعر دياله 16900 درهم بنسبة 265 جيجا بايت ستوكاج إما 1512 جيجا بايت ستوكاج فكتجيب 18300 درهم هذا فيما يخص هواتف iPhone 15 ده بغا ندوز للفئة الأخيرة للفئة للأيفون هو iPhone 2020 اللي كيجيب 3 جيجا بايت رام 1821 ميلي أمبير في الباتري إما السعر دياله فهو 2300 درهم بنسبة الفئة 64 جيجا بايت و 3500 الفئة 255 جيجا بايت في الستوكاج ندوز الآيفون SE دي آخر iPhone SE اللي هو iPhone SE 3 اللي خرج 2022 كيجيب Apple A15 بايوانيك 2018 ميلي أمبير في الباتري السعر دياله ما غديش يتجاوز 3000 بس 4060 جيجا بايت في الستوكاج و 4200 درهم الفئة 256 جيجا بايت في الستوكاج أخواني أخواتي كان هذا آخر iPhone آخر سعر نتمنى كل فيديو أعجبكم و لا تنسون في اللايك وتعليق على الفيديو إذا أعجبكم هذا الفيديو نتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في فيديو آخر في أجمنة الهواتف بالمغرب آديوز